كنت تتفضل أنت عندك سيمبا مزيم بأنيانبا نيجيري وطبعاً تترى أتلاتكو لغاية الوقت آوت أو ماقفه مش واضح يعني بشكل رسمي ونهائي لكن مين بالنسبة لك كنت تتفضل أنك تتفادى في بداية المشوار ومين كنت تتمنى أنك تتقبل والله يا بص هو خلانا نقول إن سيمبا فعلاً من أقوى الفرق اللي موجودة في البطولة أو من الأسامي اللي أنت طرحتها وده لأسباب كتير لأسباب تخص الأجواء نفسها يعني الأجواء في سيمبا أو في تنزانيا عموماً بتبقى صعبة الحضور الجماهيري بيبقى كثيف جداً درجة الحرارة بتكون مختلفة عننا وكمان إحنا نقابلهم في يعتبر في وقت صيف بالنسبة لهم فإحنا دي أكبر مشاكل بتقابلنا لما نيجي اللعب الفرق بتاع وسط الكرة أو جنوب الكرة إن إحنا ما بنقابلش كواليتي وجودة فنية أكتر ما بنقابل أجواء قاسية وظروف صعبة تخلينا إن إحنا نطلع لعندنا دي أكبر مشاكل بتقابل نادر أهل لما نيجي اللعب الفرق إحنا أنت سواء كنت تكلم على أنيمبا سواء كنت تكلم على مازينبي سواء حتى أنجولا كلهم واحد وكلهم ظروف واحدة ولكن سيمبا أنت بتقابله آخر 3-4 سنين يعتبر بشكل كسيف بالنسبة للبطولة فهو بالنسبة لك معروف الهوية يعني أنت تعرف تجيب موتشات ليه تعرف تتفرج عليه عارف العيبة بتاعه تعرف المدير الفن بتاعه فده بالنسبة لك حاجة وعايز أقول أن أنت مهما رحت أو مهما قابلت هي كده كده بطولة مجمعة قوية السبعة اللي أنت داخل معهم البطولة أي حد منهم عنده طموح مشروع في أنه ينفس على اللقب جوائز البطولة وأجواء البطولة والنسخة الأولى ونجاح البطولة كل ده دافع قوي وشارس جدا لأي حد موجود في البطولة أنه عايز يكون ضيف تقيل في البطولة